الشهيد الشاهد باغتياله على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وقياداته العسكرية والسياسية إنه أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصابت صواريخ الغدر الإسرائيلي مقر قيادته في البيرة بيرامالة في السابع والعشرين من آب عام 2001 مصطفى علي الزبري الملقب بأبو علي ولد في عرابة قضاء جنين عام 38 من أسرة ناضلت ضد الانتداب البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي حيث تأثر بوالده القسامي علي الزبري في مقاومة المحتلة بدأ نشطه السياسي في خمسينيات القرن الماضي في حركة القوميين العرب وتعرض للاعتقال عدة مرات أدرك شهيد أبو علي مصطفى أن تحرير فلسطين يتأتى بالكفاح المسلح ضد مغتصبي الأرض الفلسطينية حيث تدرب في معسكر إنشاص المصرية عام 65 وذلك تهيئة لهذا الهدف وبعد نكسة 67 أعد لتأسيس الجبهة الشعبية مع مجموعة شباب الثأر وأبطال العودة بزعامة جورج حبش وتردد عدة مرات على الأراضي المحتلة لتشكيل الخلايا العسكرية ضد الاحتلال وقيادة الدوريات نحو الوطن تسلم أبو علي منصب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عام 72 فكان حازما في مواقفه داخل منظمة تحرير الفلسطينية وكان قائدا في سياسته تجاه رفاق دربه في القوى الوطنية تاريخ مفصلي في حياته فبعد 32 عاما من التهجير القصري عاد إلى أرض الوطن عام 99 توافقت نظرة أبو علي مع مواقف الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقارعة المحتل ورفض تنازل عن حقوقنا وتحديدا عند عودته حيث التقى الزعيمان في الوطن انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية بعد استقالة رفيق دربه جورج حبش عام 2000 وشارك كقائد وطني في الحركة الشعبية في الانتفاضة الثانية من داخل الوطن حتى اغتياله بقرار من مرتكب مذابح صبرة وشتلة أرائي الشارون شكرا للمشاهدة